السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هاد مهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال واحد دواء اللي في الحلقة هو جديد ومنفرد من نوعه يعني اه ما كانش وعد ولا يعني متاح دبا في عند البيطاري ومتاح عند يعني الصيدليات ليفيتي غينيار ألوه هو التحصين وليس علاج الفوري وإنما هو تحصين ضد المرارة والكبد يعني امتفاخ المرارة والمشاكل اللي كتلقاها الكبد يعني الناس اللي كيخلطوا ما بين الحواج الناشفين وكيعتوتر الحواج الخضراء الحواج الخضراء وما كيلي كيسبوه في انتفاخ المرارة والنبولة كذلك المهم كين واحد الدواء اللي معروف وهو اه تام بي اس هادوك معروف هاداك الدواء كيدي عشرات درهم كيستعملوه غالبا لبني كيوقع المراض يعني تاكيوقع المراض عاد باش كيمشو يديرو هاداك الدواء وهاداك الدواء كيستعملوه ايضا اه يعني الامور الفيطامي يعني مني كتفطم الصغار كتستعملوه هاداك الدواء انما هاداك الدواء اللي يجبت لكم هاداك النهار اسميتو هببارينول هببارينول عقلو عليها بعد يبقاش هببارينول هاددواء مشي تاكيوقع المشكيل وانما هو عبارة عن تحصين ممكن انكم ديروه للكبار والصغار للامهات العشار اللي كيردعوه اي حاجة ممكن اديرونا هو الى شريتوه وشفتو اللون ديالو هادا واللون ديالو يعني الرائحة ديالو هي مني كتشموه كتلقو فيه واحد الريحة ديال العصر الحر انا شميثو بتليل الريحة ديال العصر الحر هاددواء راه عاد ولا مكانش راه مكانش اسميتو هببارينول هادا ما شئ تا يوقع لك المشكيل عاد باش تتخدموه لا هاددواء هو عبارة عن تحصين والمشكيل ديالو انه راخيص بحالو بحال تي ام بي اس يعني دواء ديال تي ام بي تيغي اس يعني شرطة اس هادا مني كي وقع للمشكيل عاد باش كي كتدير هاداك هاداك الدواء ماشي تحصين على مدة عام هادا تحصين ديال العام يعني الناس بكيكم لي كيخلطوه ما بي الحويج الناش فعي يعني كيكي يعطوه السيكاليم او الخبز الجاف او الدوراء او الشاعير ولكن كيخلطوه معاه الاشياء الخضراء او القشور ديال 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 فواكه مثلا القشور ديال الخضراء وات هادا دواء فعال اراه بالتجربة انا ارا ما كان اعطيكم الحاجة تكنجربها اراني جربت هاد دواء اراه عام وناخدام خير الحمد لله وليتكن اعطيهم الاشياء الخضراء كان اعطيهم القشور ديال البطاطس اا القشور ديال ممكن تعطيهم الخص ممكن تعطيهم الفصة الخضراء اي حاجة كتطيهم خضراء ارا هاد دواء هادا لان شهد فعال راخص في الثمان اراه بحاله بحاله بحال الدواء اللي كتو كان عطيتكم أعطيتكم شه ثلاث ديال التي ام باس ولكن هاد دواء هادا يعني الإفادة اللي فيها هو انه دواء كتحصين يعني ممكن ديروها من العام للعام وهادا ممكن انكم تديرو القطيع كامل يعني ليتر ديال الماء بحال هذا اي انا بليكم طريقة ديا للسعمال ليتر ديال الماء بحال هادا كتجيبو يعني هاد المحقانك يعطيها لكم معاه او تكون عندكم مشي مشكل وكتعمرو انا غالي نعمر طريقة قدامكم انتو ما هادي انتو ما شحل من تدريجة خمس تدريجات يعني خمسة سنتيمتر سنتيمتر للول تاني تل خمسة سنتيمتر كتعمروها كاملة هكا تعمر كاملة انتو ما تل خمس سنتيمترات ها هي هنتو ما تتعمر كاملة خمس سنتيمترات وصافي تقدروها هنا كبه الطريقة ها صافي وهادي هي انكم غادي تشدوها هادي الليتر هذا غادي تفرقوه لهم على الى كان عندكم طاسات الى كان عندكم طاسات يعني كتحطوه في الطاسات كل واحد كتكبوه لكم جغيمة 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 كان عندكم يعني الخزان ديال الماء وعندكم شربات ديال الحلامات ممكن انكم تكبوه تزيدوه مع الخزان ديال الماء صافي ورا خدم مئة بالمئة اذا هاد 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 طريقة هادي ممكن انكم يعني تخدموها من العام للعام يعني عندكم عام محلول بعشر دلايين يعني في حقيقة راه يعني شي حاجة الخيص في التمن وهاد دول ما كانش راه البيطاري عاد قال لي برحمة الوالدين يعني دير هالفيديو ونشره راه قاع الناس اللي محتاجين هاد هاد حيث انا يرى اللي قلوه هاد دول اللي اديت عليك راه فعال في حقيقة راه خدم معي مزيان قال لي وهاد دول هادا حاول انك تعطيه قال اي مربي ارانب راه راه جيد فعال وفعلا راه عبارة عن تحصين كانت تحصين تسمم الدموي وكانت تسمم المعاوي كانت تستعملو له يبرى وراء غالية في التمن كانت اسميتها سيفا باكس دير تسمم الدموي اسميتها كوني بخافاك اما هادا راه جيد فعال رخيص في التمن عشر دلايين مشي شي حاجة ايبا نغول ايبا نغول هادا دول يعني الناس اللي كيخافوا انهم يعطيوا الانانب ديالهم الشياء الخضراء هادا راه دواء جيد فعال لكيفية دي استعمار نوريتكم لمدة ثلاث ايام صافي مني نديرو ثلاث ايام هادا القنينادي حتفضوا بها العام الجاي قال لكوا راه صالحة ما كتضيع موالو خليها عام كله اني ممكن انها راه صافي راه انا ديرت لهم يوم الاول الثاني ده بالثالث شوفوا شحال باقي فيها راه عام را بزاف هادي ممكن انك تحتفض بها تحتفض بها في مكان عادي ممكن انه مديراش قاع في كلاجة وتحتفض بها هادي راه ممكن انها يعني تستعملها للعام الجاي هنا 10 دلاهم تسعمل عامين مثلا خمسة دلاهم في العام راه ما شي حاجة جديدة وشي حاجة يعني الحمد لله رخيصة في الثامن اذا هادي هادي ليترو هادا هتفرقوه على القاطع كامل جغيما 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 كان عندكم الخزان كبوه كامل في الخزان وان شاء الله راه دوا فعال مئة بالمئة ولما الناس اللي ما فهموش طريقة ولا انا كنرحب بالتعالق الطيبة ديالكم و انا راه الاشارة باش نجاوب على الاجوبة ديالكم طريقة راني وريدكم خمس سنتيمترات كتكبوها في لتر ديال الماء وكتعطيهم لمدة ثلاث ايام صافي كيولي عندهم تحصين معوي مئة بالمئة اذا الحلقة ديالنا ديالها النهار هي هذي كنتمنى ان اني نكون فدكم بهتوا بها الدواء اللي عادي يلا اخرج جديد تكيوا الناس اللي ما زال ما شاركوش معانا نشاركو معانا تكيوا على زر جام باش تساندوني وزيد ما زال نبحت لكم على متل هذ هذ الادوية الرخيصة ومعلومات اني القيمة اللي شحو هم فيلي كومنتير كي شكروني وكن حس انه اني بنيت وحد العائلة في هذي يوتيب كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس لم يشاركوا معنا يشاركوا معنا تكيووا على زر جام باش تساندونا والدعم ونزيدو القدام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله